شكرا شازلي التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتشي موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر وخلال كلمته بالقمة العربية دع الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية إلى تبني مقاربة مشتركة وشاملة تهدف إلى تعزيز القدرات العربية الجماعية على مواجهة مختلف الأزمات وأشار السيسي إلى أن هذه المقاربة تسهم في نبض الطائفية والتعصب والقضاء على المنظمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وشدد الرئيس السيسي على أن المبادرة العربية للسلام ستظل هي معيار الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين مجددا التأكيد على أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النواية اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزمون بشأن سد النهضة أكد أعلان الجزائر الصادر عن الدورات الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في ختام أعمالها بالجزائر أكد رفض التتاكلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية وخلال البيان الختامية أكد القادة العرب على دعم موقف مصر والسودان وللتوصل أيضا إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملئة وتشغيل سد النهضة مشددين على أن الأمن المائي لجميع الدول العربية هو جزء من الأمن القومي العربي كما أشهد القادة العرب بجهود مصر التاريخية والمستمرة لرعاية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بما يؤدي إلى وحدة ولحمة الموقف الفلسطينية مشيرين إلى الجهود المتواصلة لمصر لتشجيع الحوار بين الفصائل الفلسطينية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وشدد إعلان الجزائر على مركزية القضية الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك الشامل والتمسك بموادرة السلام العربية كخيارا استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي دشن عدد من مؤسسات المجتمع المدني المصرية والمؤسسات الدولية العاملة بمصر والحصل على صفات مراقب لمؤتمر كوب 27 والمهتمين بقضايا البيئة والمناخ تحالف القوى المدنية من أجل المناخ في إطار استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ كوب 27 وسيعمل التحالف على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والهيئات والشبكات والتحالفات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل قضية المناخ في سبيل الحفاظ على سلامة واستدامة الكوكب الأزرق ولتحقيق العدلة المناخية من أجل أجيال قادمة وللحفاظ أيضا على مكتسباتهم من الطبيعة ولسيانة حقوقهم الحالية والمستقبلية وصلت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولات الحوار الوطني حيث شارك وفد من التنصيقية في ندوة بعنوان مسيرة العمل المناخي من استوكهولم إلى شرم الشيخ وتم شرح أهداف التنصيقية وتشكيلها والإشارة إلى أنهم متواجدون وسط الشباب ليكونوا جسرا بين أفكارهم وبين دوائر صنع القرار في كافة القضايا وخاصة المطروحة للحوار الوطني وتطلق تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الجلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية نظمت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بمحافظة المنوفية بقصر السقافة حول الحوار الوطني كما تمت الإشادة بالدور المتميز والرائد لعضاء التنصيقية لكونهم نماذج مشرفة ولكونها أول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف الطيارات السياسية تحت مظلات وطنية لتجعل صوت الشباب مسموعا وتضمن مشاركة شبابية فاعلة في صنع القرار يأتي ذلك على هامش حضور فعالية الجلسة النقاشية حول الحوار الوطني بمحافظة المنوفية وتأتي تلك الفعالية ضمن سلسلة نقاشات وحوارات وطنية تنظمها تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكافة ربوع محافظات الجمهورية لعقد حوار وطني شامل مع مختلف أطياف المجتمع وتنفيذا لتوجيهة القيادة السياسية رحب الرئيس الأوكراني بلاديمير زلنيسكي باستمرار اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي قال إنه مهم للعالم بأسره وذلك بعد أن وافقت روسيا على استئناف مشاركتها في الاتفاق الدولي المبرمي في يوليو الماضي وفي خطابه اليومي قال زلنيسكي إن استمرار الاتفاق يمثل نتيجة دبلوماسية مهمة لكييف معتبرا أن مطالبة روسيا بضمانات الاستئناف مشاركتها في الاتفاق تظهر فشل موسكو على حد قوله قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس إن الولايات المتحدة ستبحث الأدوات الإضافية والسلطات التي يمكن استخدامها في التصدي للمساعدات العسكرية والتي تقدمها كوريا الشمالية لروسيا يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن لدى الولايات المتحدة معلومات تشير إلى أن كوريا الشمالية تزاود روسيا سرا بعدد كبير من القضائف المدفعية لاستخدامها في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما ومع ذلك فقد ألمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تباعة التشجيد التراكمي للسياسة النقدية الذي اتهجه حتى الآن نهاية موجز التساع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل